تقيم دارة الشباب والرياضة بتنفيذية انتقال الديسة الشرقية بطولة لكرة القدم لنخبة من الفرق الرياضية بصاحل حضرموت تحت إشراف نادي اتحاد الشبيبة وتنظيم مجلس شؤون الفرق الشعبية بالديسة الشرقية ويشارك بالبطولة 32 فريق من مختلف مديريات صاحل حضرموت وفي مستهل مراسيم القرعة أشار صلاح الكسادي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبية بمديرية الديسة الشرقية إلى أن المجلس الانتقالي يولي الشباب والرياضة بالمحافظة جل اهتمامه باعتبار الشباب هم عماد الحاضري والمستقبل متمنينا النجاح لهذه البطولة الغالية ذكرى السابع والخمسين الاستخلال الثلاثين من نوفمبر المجيدة وما يعزز روح المحبة والود بين جميع الفرق الرياضية بمديريات صاحل حضرموت ترجمة نانسي قنقر